قناة الأستاذ علي تقدم الحكاية العاشرة العصفور والحريق هذه الحكاية هي تتمة للحكاية السابقة شادي والعصفور لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم دائما جديدنا استقر العصفور كوكو في غابة كثيفة الأشجار مليئة بأنواع الطيور والحيوانات فقد صار حرا طليقا يحلق في الجو ويغرد فوق الأغصان بنا عشه فوق شجرة بلوط بجوار بلبل وعندليب ما أجمل صوته العذب في يوم صيف شديد الحرارة شب حريق مخيف في الغابة فاندلعت النيران وامتدت إلى كل الأشجار تسابقت الذئاب والأسود والفيلة والنمور والزرافات في الهرب تاركة بيوتها في الغابة كي تنجو بنفسها أما العصفور كوكو فلم يهرب ولم تخفه النيران المندفعة بل طار مرفرفا إلى البحيرة القريبة وأخذ بمنقاره الصغير ينقل قطرات من الماء ويلقي بها على النار رأت الحيوانات الهاربة العصفور ينقل بمنقاره الصغير قطرات الماء فبدأت تسخر منه وتقول ما أغباك؟ أتظن أيها الصغير أنك قادر على إطفاء الحريق بهذه القطرات؟ قال العصفور الصغير أعلم أنني لا أستطيع إطفاء الحريق ولكنني أقوم بواجبي لحماية بيئتنا من الضياع فالأشجار موطننا وهي التي تحمينا من البرد شتاء ومن الحر صيفا سمعت الفيلة ما قاله العصفور فبدأت تنقل المياه بخراطيمها لتطفئ النار المشتعلة وخجلت بقية الحيوانات وبدأت تساعد العصفور على إطفاء الحريق وبعد وقت وجيز استطاع سكان الغابة إخماد النار اجتمعت الحيوانات والطيور وقررت أن تعلق فوق عش كوكو الذي أنقذ الغابة من الحريق لافتة كتبوا عليها كوكو حام الغابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر